الناس دي لازم تاخد حقها تعترض عليه او تنتقده في حالات تحكمية لكن تحترمه جدا على المستوى الانساني وتحاول تساعده انه ياخد حقه او جزء كبير من حقه او جزء حتى بسيط من حقه الناس دي عندها اصر وعندها اولاد وعندها التزامات وعندها حياة اجتماعية وعندها حياة عايزة تعيش فيها بالشكل اللي يلق بيها وسط الناس مش ممكن يبقى فيه تحكيم مباراة ما بين اي فرقتين في الدوري الممتاز ويبقى القيمة القيمة المالية 150 دولار ولا 140 دولار ما ينفعش او ما يجيبش حتى 140 دولار ما ينفعش واللي انتقلت عليه والاقامة عليه ازاي ده ازاي ده وياريتهم بيصرفوها اصلا معلومة مؤكدة اخر 3 شهور من موسم اللي فات المنقضي المنصرف اللي رح لحل سبيله الناس ما خدتش حقها الناس ما خدتش حقوقها وبياخدوا ازاي ما قلتلكم اكتر حاجة 2700 جنيه في الماتش وكل واحد بيحكم له 10 و 12 مباراة في السنة 13 مبارا 14 مباراة يعني انت بتتكلم في 2700 في 10 بكم 2700 كم يعني انت بتتكلم في حوالي 27000 جنيه 27000 جنيه ده القيمة السنوية لحكم درجة اولى ودرجة منتاز ازاي بيجيب لفسه بنفسه بيعمواصلاته بنفسه تحرقاته بنفسه قامته بنفسه هيصرف على اللعبة ازاي هيصرف على الشكل بتاعه ازاي ويا ريتك بتديه اصلا انا معترض اعتراض كامل جدا على كمية الحاجات اللي بتتعامل ومعسكرات رايح ومعسكرات جاي يا سيدي ادي للناس حواها ادي للناس يعني المكانة بتاعتها مش ممكن كل القيمة اللي حوالين الحكام عملة تعلي عملة تعلي عملة تعلي والحكام هم هم نفس الدرجة المالية ماينفعش مش هتجيب حكام جمدين عندنا البنك حكم كويس وعندنا نور الدين حكم كويس وعندنا عشور حكم كويس ومحمد عادل ده رائع جدا عندنا كمان طارق سامي ممتاز جدا سعيد حمزة ممتاز جدا الحنفي ممتاز جدا جريشة ممتاز كل الناس كويسة وهتلاقي 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 لكن الناس دي عندها أسر هتلاها القيمة المالية اللي تلاقي بيها احنا هننتقدهم هننتقدهم في حالة في اتنين في تلاتة زي ما قلت مبارح محمد معروف طبعا كمان فيه ناس كتيرة مش عايز انسى حد يعني والمساعدين كلهم كويسين هننتقدهم في الحالات وهذا حال الدنيا من أكبر يعني دوري في العالم وأكبر بلد في العالم بتتكلم عن الحكام ومحاديش بتكلم معها عادي يعني فيش مشكلة يعني مش دايما هيبقى احنا يعني دايما بنتصيد لبعض الحتة ايه لا يعني اكدنا الحكام حاجة مقدسة لا مش كتير عادي ده واحد من منظومة اللعبة واحد أساسي جمعا من نجاح اللعبة أو عدم نجاح طيب عندنا شرط أخبار سريعة كده وبعدين هنتكلم بقى